موسيقى النظام العسكري في الجزائر لا يزال يفكر بمنطق الدم بمنطق الدموع بمنطق الأحزام بمنطق الانتقام بمنطق تصفية الآخر بمنطق ملاحقة الآخرين بمنطق رفس أي رأي يخالف الرأي الرسمي في السلطة ويريد يريد كالرأي السلطة على الأقل فيه شوية صواب حتى 60% ممكن جداً نبرروله في بعض الحالات ولكن خيبات على خيبات بلاوي على بلاوي حولوا الجزائر إلى مضحكة في جميع الأمم النظام الجزائري لم يكتفي على تكميم الأفواف الجزائر ومطاردت الناس بمجرد تعليقات عابرة في شبكات التواصل الاجتماعي حتى أصبح مواطن بسيط جداً في قرية نائية ينشر منشور يذكر فيه تبون يصبح متابع بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية معناها خصم تبون شوفوا نوصله ونوصلوا يبهدلوا في تبون اللي هو أصلاً بهدل بنفسه ومصر على هذه البهدلة التي لا نظير لها وشفنا من قبل وحكيت لكم على إبن شقيقتي عنده شوية محل صغير بسيط في محطة نقل المسافرين دار كلمة يناشد فيه تبون على أساس أنه مبلغ الفساد رهن داروا له تهموا وراهوا في السجن هذه هي الجزائر في عهد هذه الظاهرة التبونية الغبية إلى أبعد الحدود الأمور لم تكتفي بهذا الأمر يا إخوان الأمور وصلت إلى أشياء لا تحمد عقباها حيث كلكم تعرفوا الإعلامي هشام عبود وهو إعلامي ومعروف لديه حضوره لديه كتاباته لديه مؤلفاته لديه مجلاته وجرائده ولديه تاريخ إعلامي يعرفه القاصي والدهن جاب معلومات خطيرة بأن هناك مخطط استخباراتي لاستهداف هشام عبود واستهداف أنور مالك لا هشام عبود معارض ولا أنور مالك معارض لا هشام عبود موالي ولا أنور مالك موالي نحن نقوم بدورنا الإعلامي وبناء على ما يتوفر لدينا من معطيات في ظل إعلام مدجا إعلام أصبح رخيص أكرمكم الله لمنتهى الرخص بمعنى الكريمة خلينا نسمع هذا المقطع اللي اتكلمت فيه في قناتي الثانية الاحتياطية واللي أرجو من المتابعين الكرام متابعتها لأنها هي الاحتياطية وعلى ما يبدو من خلال المحاولات هذه اليومية ووصلت معلومات أن هناك مخطط لتبليغ الجيوش الإلكترونية وتجنيد ناس متخصصين في هذه الأمور التقنية هذه من أجل غلق قناتي التي أحدثكم من خلالها ولذلك أنبهكم في أي لحظة ممكن تختفي هذه القناة لا ندري فهي هناك قناة احتياطية ستكون إن شاء الله من برنا وبعد ذلك نزيد ونخلق قناة أخرى احتياطية وهكذا هما يغلقون القنوات نحن نعيد بناءها من جديد والفضل لله أولا ثم للجمهور الكريم من أمثالكم اسمعوا واش حكيت وأورط أيضا ما قاله هشام عبود حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى اسمعوا معلومات أتى بها الإعلامي هشام عبود وهو إعلامي معروف عنده مصادره في الجزائر يتحدث عن مخطط أراه أمر به شنجريحة وجبار مهنة من أجل استهداف أنه هشام عبود بالإغديال يعني حقيقة أن هذه معلومات بلا أدنى شك خطيرة ونحن بإذن الله سنتخذ دائما إجراءات إجراءات حماية أنفسنا أولا ثم الإجراءات اللازمة تجاهها أو مع السلطات الأمنية المعنية هنا ولكن في النهاية دولة في زمن العولمة في زمن التواصل الاجتماعي في زمن الحروب الناعمة تتصرف بهذه الطريقة يعني قال لك على حسب ما أورد هشام قال لك بأنهم يقومون بتشويه الجزائر عجيب هذا المنطق أنه هذه معلومات خطيرة جاء بها هشام عبود نخليكم تسمعوها وإذا نقولها لكم تدهر وصل إلى هذا الحد أعتقد بأنه لا مستقبل لهذا البلاد البلاد اللي تخاف من منشور في الفيسبوك من مواطن عادي له سياسي أو له أي شيء تقول لي رهي قوة الدولة القوية ري والله العظيم تحتوي كل أبنائها مهما كان عراءهم ولكن هكذا دولة العسكر لي انتقد العسكر خائن لي انتقد شنقريحة خائن نهار كامل شنقريحة روهم في التلفزيونات هو أكثر من الشاب أخيرة وش يسموها زهوانية أكي يجوه نقول لهم يا ناس ركم عسكرت الإعلام وعسكرت السياسة لا خونا وكذا كذا جبارم هنة إذا يخطط يغتال هشام عبدو أنور مالك هذا هو اللي وصلنا له طبيعي نصل إلى هذا الموقف مدام بالأمس فقط وزارة الدفاع الدير عليه بيان بأنه متهم بالفساد وراه لس وراه حرامي وبعد ذلك يخرج من القضية كشعر من العجين وجي يقول لك الآن رنا في دولة ويصبح هو الرجل الفاعل في جهاز المخابرات طبعا يفكروا بمنطقة الدم بمنطقة التصفية وبمنطقة مثل هذه الأمور أوقفوا هذه المهازل ما هيش الدول تسير بهذا المنطق نخليكم تسمعوا هشام عبدوشقال عندها يومين اجتمع شنقريحة مع جبارم هنة وجنرال كحال ومع جماعة تاع وتاع الأمن أعطاهم مهلة عشهر مشنقريحة يمد مهلة شهر لرؤساء المخابرات الجزائرية باش يلقيوا القبض بطريقة أخرى أو ولن يقولوا ماذا نجيبهم ليحيين أو أقصى تقدير تم تصفيتهم حيثما وجدوا شكونا الزون قالوا يشا معبود وأنوار مالك وعلاش أنه قال يقرأ من تحركوا بساف ومن تصليم له من المتحدة وبصحة أصلا في قضية شقيق أنوار مالك ويشوه في صورة الجزائر ما هي صورة الجزائر يشوه فيها احنا ما هي صورة الجزائر نفتحه فيهم وبعد الاجتماع هذا انتشرت القوات ديالهم وبدأوا في الاتصالات بدأوا في الاتصالات باعتصروا بلغة ما هي شباب بوت ما هي عارفة شباب بوت ما هي عارفة مالك ما هي يقلنا وينراهم يقولنا ما هي لا كما استمعتم يعني شوفوا وين وصلنا في بلد يحكمها أمثال شنجريحة لدار العجب في العسكر المساكن وما زال يدير فيهم العجب وواحد مثل جبارمهنة كان في السجن بتهم الفساد وغيرهم هذا إلى جانب الجرائم التي ارتكبوها بحق الجزائريين في التسعينات اغتيالات تصفيات اختطافات وما يندله الجبيل حقيقة أن هذه المعلومات من حيث المبدأ هي معلومات خطيرة وطبعا نحن سنقوم أنا شخصيا سأتخذ كل ما يلزم من أجل حماية نفسي وسأخذها على محمل الجد وسأبلغ الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية وأبلغ الجهات الأمنية في فرنسا هذه سأفعلها ولكن ما يؤلم حقيقة أنه وصلنا في حال في بلادنا بدل أن المواطن يلقى الأمان في بلاده فصارت بلاده تطارده بسبب ماذا؟ بسبب عصابات إجرامي فوالله لو كان دمي سيحرر الشعب الجزائري من هذا المحتل يريدك المحتل هذا وكيل أنت على المحتل لوصل البلاد إلى هذه الحال تصير تطارد في إعلاميين بسيجيبهم لحيين يعني سعيد شنجريحة ومديرون جيمني من الشيء اللي نقوم به يوصلي فكر بهذا المنطق الإجرامي أنا والله بغضي النظر على ما هو عليه الأمر إلا أن الحقيقة يوجعني قلبي نحن أبناء عائلة ثورية أبناء مجاهدين أبناء ثوار يعني ما كتفوا بالعائلة عملوا فيها العجب العجاب وخلوني خلاص اقطع التواصل مع العائلة حتى لا يتم إذاءهم اقطعت علاقتي مع الأقارب جميعا ولا حد نتواصل معه لا لي شيء إلا حتى مساكن يحموا أنفسهم من أي أنتقاب هذه دولة والله يا جزائريين ويا حكام الجزائر إذا كانت تظنوا أنه بالترعيب والترهيب والإرهاب والتخويف تبني دولة فأنتوا واهمون والجزائر اللي صدق هذه الممارسات أنها ممكن تبني دولة فهو واهم وهذا دليل أره دليل واش دليل ضعف هذا النظام جبن هذا النظام جنرال حياته كل في الرطب العسكرية والثكنات والتدريبات والتكونات الخارجية إخاف من واحد لا يملك إلا قناة على اليوتيوب يعبر على أراؤه بكل احترام عمري ما سبيت واحد عمري ما قلت كلام قبيع في واحد رغم ما أعلمه لو أتحدث على ما أعلمه في أشياء غير أخلاقية تخص هؤلاء الجنرالات الذين أعرف الكثير منهم لقلت ما يندله جبيل ولكن أنا ماه طبعي خوف في هذه الأمور نحب نتكلم سياسة وما إلى ذلك حقيقة مؤلم ومش مؤلم أنه رح يستهدفوني إذا لقتوني أقرص بما تملكون من بارود لكن إذا ظنوا بهذه التسريبات وبهذه المخططات رح تثنوني على هذا الطريق الذي أنا فيه فأنتم تتوهمون كلما رفعتم من الضغوطات كلما ازددت شراسة في وجه هذا النظام لأن هذه الممارسات دليل على ضعف النظام ودليل على جبري ودليل على أنه خطر على الجزائر والجزائريين صدقوني إن بقيتم على هذا الحال أيها الجزائريون ستندمون وحينها لن ينفع الندم واضكروا كلامي جيدة اشتركوا في القناة